طالبت وزارة الدفاع الصينية الجيش الأمريكي بوقف عماله في بحر الصين الجنوبي وضفت أن الولايات المتحدة تشكل خطرا على الأمن الأقليمي كما أنها تزيد مخاطر الاستضامات وتصريبات النووية في الممر المائي الاستراتيجي وعادت الوزارة المطالبة واشنطن بتوضيح ما حدث لغواصة هجوم نووي أمريكي يصطدمت بجسم غامض في المياه المتنازع عليها تتسع دائرة الخلافات الأمريكية الصينية في الكثير من المجلات تسيم الجانب العسكري وصراع البحار والمحيطات الخلاف على تايوان أحد أكثر الخلافات المتأججة بين الولايات المتحدة والصين مؤخرا الصين تريد السيطرة على تايوان عبر ضمها تحت مظلتها السيادية بينما تقف الولايات المتحدة في وجه هذه المساعي وتمد يد العون لتايوان عسكريا وسياسيا الخلاف يتضفق إلى مياه بحر الصين الجنوبي الصين مجددا تطالب بتحقيق سيادتها على البحر الذي يختزن نفطا يقدر بـ 11 مليار برميل تقريبا و190 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي أن تضع بكين يدها على كل ذلك المخزون ليس لصالح واشنطن لذا تدخل الأخيرة في النزاع وتدعم الطرف الآخر شركاءها في جنوب شرق آسيا مخزون الطاقة غير المستخدم ليس مصدر القلق الوحيد لواشنطن بل لحرية الملاحة والتنقل من خلال تلك المسطحات تأثيرها أيضا على الأرض النقاط الساخنة التي يختلف عليها البلدان تزداد غليانا والصراع على لقب القوة العظمى يتضفق إلى نطاق التطور العسكري فبكين تزيد منشآتها النووية وبالتالي أسلحتها إذ أعلنت في عام 2021 عن بناء حق لصواريخ نووية ثاني ما يجعل عدد الصوامع النووية الصينية يتجاوز تلك التي يتم تشغيلها في روسيا ويعادل أكثر من نصف القوة الباليستية العابرة للقارات عند الولايات المتحدة هذا التقدم يقلق واشنطن وإن كانت الأهداف الصينية تركز على تحسين قدرتها في التأقلم مع التغيرات فبالنسبة لواشنطن التطور الصيني في هذا المجال يصعب مهام الولايات المتحدة من الحد من أضرار أسوأ السيناريوهات وهو حرب نووية مع الصين